ايفانكا ولدت بوجه غير مكتمل شاهدوا كيف اصبحت بعد التجميل خضعت ايفانكا دازينوفا وهي محامية سلوفاكية الى عملية جراحية دقيقة لتصحيح شكلها هذه العملية والتي تم اجراؤها في الولايات المتحدة غيرت حياة ايفانكا بعدما ولدت بنصف وجه وولدت الشابة ثلاثين عام بعيب خلقي يسمى متلازمة جولدنهار وهو يسبب عدم النمو الكامل لعظام الجمجمة في الجهة اليمنى من وجهها ما جعلها ضحية المضايقات في طفولتها جاء ذلك بحسب موقع ديلي ميل البريطاني وعاشت ايفانكا كل حياتها وهي تغطي الجزء المتضرر من وجهها بشعرها الطويل ومن بعدها تحدت كل التوقعات الطبية التي تحدثت عن وفاتها بسبب هذا المرض الا انها اصبحت اول اوروبية تخضع لعلاج غير حياتها في الولايات المتحدة واجرى لبروفيسور راسل ريد في شيكاغو عمليتين لها الاولى استمرت 20 ساعة والثانية 11 ساعة ما ادى الى تغير شكلها بشكل كامل وستسافر ايفانكا من جديد الى شيكاغو في ايلول القادم للخضوع لاخر عملية جراحية لكنها بحاجة الى تأمين المبلغ اللازم شاركوا اصدقاءكم هذا الفيديو ان اعجبكم طاب يومكم والسلام خير الختام لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله